تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي عهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من صاحب المعالي المشير الركنشي خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأكد معالي في البرقية أن ميثاق العمل الوطني كان تكريسا للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وبناء مستقبل مملكة البحرين على أسس من الثوابت الوطنية داعيا المولى العلي القدير أن يمد سموه بعونه وتوفيقه ويديم على البحرين العزيزة الرفعة والنماء ترجمة نانسي قنقر